كمان دور السوبر او الدور الافريقي الممتازة بنسبة كبيرة جدا هتقام لقرع يوم السبت المقبل الاهلي هيكون كالعادة في التصنيف الاول ومرشح لمواجهة احد انديات التصنيف التاني في المباراة الاولى خلينا واحنا بنتكلم كده نشوف على الشاشة مع بعض الانديات المشاركة في النسخة الاولى من دور السوبر الافريقي تصنيف اول اهلي ترجي وداد سانداونز تصنيف تاني سنبا ان ينبا بترو اتليتكو مازنبي تصنيف الانديات دي الحقيقة بالتأكيد هيكون موسم كبير جدا جدا للنادي الاهلي ومضغوط جدا من ناحية البطولات لانه وقت ما هيكون النادي الاهلي بيلعب دور السوبر الافريقي حيتم تأجيل مباراة انا بقول من دلوقتي اهو بقول من دلوقتي النادي الاهلي هيلعب مطشاط الدوري الممتاز الافريقي وبالتالي هيتأجله الدوري الممتاز المحلي بتعليمات الكاف مش عشان النادي الاهلي على راسه ريشا من دلوقتي انا بقول هذا الكلام والأستاذ عامر حسين حاجة عامر حسين اعلن هذا الكلام بنقول الكلام ده من دلوقتي موسيقى